كل سنة وحضراتكم الطيبين الله أكبر الله أكبر أدن وكبر وقول يا رب يا رب دايما مصر محفوظة مصر منصورة تحية إجلال وتعظيم لقواتنا المسلحة الباسلة تحية لشهادنا الأبرار الذين أعادوا لنا الشرف الكرامة والعزة والأرض تحية لقائد الحرب والسلام الرئيس الراحل محمد أنور السيد تحية لكل قواتنا المسلحة ولكل من شارك في الحرب تحية لقائد الضربة الجوية الرئيس الراحل محمد حسني مبارك تحية السيد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد صورة الإصلاح والتنمية والنهضة الشاملة تحية للشعب المصري العظيم الذي يقف دائماً سداً منيعاً أمام مدعي الفتنة ومدعي الفوضى ومدعي الخرط روح لحلقتنا كل سنة واحدة الطيبين نصر أكتوبر سبعة واربعين ودائماً مصر منشورة إن شاء الله معنا مين؟ كابتن رضا عبد العال نجمي التحليل الأول في مصر مسائل فل والجمال يا كابتن مصر مسائل فل حبيب الزكة كابتن رضا مسائل فل والجمال يا كابتن رضا الحمد لله يا كابتن مصر كابتن رضا حدك شفت أكيد مباراة الأهل وبراميدز رأيك إيه في المباراة؟ يعني لو فضلت بشتاكل ده براميدز بقعليل عوض استنى الجاية مش هتحقق أي بطولة ليه يا كابتن؟ ايه؟ ليه كده؟ يعني دي شكل فرقة بتلعب على المركز الثاني والأهل عنده نقص عدد تمام فعلا صحي ينفع لا كان فرصة فعلا براميدز اليوم إن هو يكسب الأهل ويكسب المقاولين ويحصل على المركز الثاني بعيدا تماما عن نادي الزمد يعني ده من عند ربنا النسكولية الثالث آه يعني كل يعني إمتى هتلعب النادي الآلي وعنده نقص عددي وفيه عدد كبير من الإصابات والغيابات وكمان يا كابتن الرضا مشغولين بموت شهودات لا وفيه واحد ناقص في الملعب يا علاء يعني فيه لقيب ناقص في الملعب يعني فين الحلول بتاعتك فين الاستراتيجية بتاعتك يعني هتكسب أمتى والنادي الآلي ناقص فيها صحي كابتن مصر بالنسبة ليه الزمالك بكرة حرص الحدود حرص الحدود بيعاني أو يعني على شبح الهبوط شايف الهبوط بعملة ازاي لا يعني أنا شايف ان هي آآ يعني فرصة للحرص الحدود اذا كان عايز ينهي الموسم كويس يعني ويستمر لاني نادي الزمالك لا نادي الزمالك اصلا مش في دماغه غير دلوقتي المباراة اللي هي آآ الرقاء الرقاء نادي الزمالك والنادي الآلي ما كانوش في حالتهم لان هما خايفين ان ينقصوا حد الفترة اللي جاية طيب بالنسبة لدور الابطال يا كابتن الآلي والزمالك موقعتين مهمتين جدا وهيك عارف دايما مباراة شمال افريقيا بيبقى لها حاجات كده خارج الملعب يعني توقعتك ايه للمباراة لا اتفرج على المطشي الاول واشوف الفرقتين ومن خلاله اقول لك ايه لا يحصل الفترة اللي جاية طب لو في نصيحة كانت الرضا عبعال بخبرته يقدمها للعيبة لا مش للعيبة هو كان على اتحاد الكورة انه هو كان يريح الاهل والزمالك الفترة اللي فاتت دي الاهل والزمالك اه طبعا يعني كلمطش براميزو حرس الحدود كان من الافضل له ما يتأجله بالزبط كده بان خلاص الدور حسن وحتى لو يلعب على المركز الثاني افريقيا اهم لاي فرقة من الفرق يعني طيب كابتن مصري بالنسبة اجبنا بقى سيرة اتحاد الكورة طبعا ما اجبنا سيرة اتحاد الكورة لو حدك قلت لك تقييم للاجنة الخمسية على مدار الموسم لا ما توقفنش يا عم علاء يعني كم من عشرة يا كابتن لا 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 بعد ما الموسم انته طب اداي الحكام يا كابتن مع البار برضو بعد الموسم يا عم علاء يا عم علاء متوقعناش في غلط يعني لست تابع المنزوقهم طيب كابتن طيب كابتن مصري مين؟ يعني الزمالك ولا بيرامدز هيقدر ياخد المركز التاني؟ يعني بعد النهاردة اللي انا شكفته من بيرامدز يبقى فقط في المركز التاني يعني الزمالك الاقرب للفوز بالمركز التاني؟ طبعا لو كسب بكرة وكسب المصري دي جاي خلاص كابتن رضا يعني انا سعيد جدا بمداخلة حضرتك واشكرك جدا جدا كابتن مصر على المداخلة ويعني سعيد جدا بك شكرك جدا يا كابتن مصر شكرك شكرك رسالتي رسالتي النهاردة لمعشوق الجماهير سطورة الاساطير كابتن محمود الخطيب كابتن محمود الخطيب بيبو 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 الله يا خطيب جملة دي لما كنت بسمحها زمان جسمي كان بيطلق بكبه كابتن محمود الخطيب بنقولك شكرا لأنك موجود معنا في هذا الوسط الرياضي كابتن محمود الخطيب عبارة عن عطر عطر يعني enjoyment candidate بيه الوسط الرياضي كابتن محمود الخطيب امتعنا فى الملاعب بمهاراته واخلاوه ويمتعنا خارج المعلاعب بأخلاقه بركيه بزوءه بأدبه كابتن محمود الخطيب شخصية فوق يعني مش عايز أقول إيه يعني يا كابتن محمود مش لقيه كلام أقوله لكابتن بيبو معشوق الجمهير حبيبنا وكلنا كورة والفلوس بتقولك شكرا لأنك معنا وإهداء بسيط جدا من الكورة والفلوس لمعشوق الجمهير الكابتن محمود الخطيب ورجعنا لكم مع الكابتن الكبير الخلوك الكابتن فتح مبروك نجمي النادي الأهلي ومتخب مصر وتاريخ عظيم ومشرف داخل الملاعب وخارج الملاعب وفي مجال التدريب مع المتخب مصر مع النادي الأهلي المنكز المرشال يعني لو عادت أتكلم على الكابتن فتح مبروك محتاج حلقات وحلقات كابتن مصر سعيد جدا أن حضرك مش طرف المعضة أنا بشكرك يا علاء وأشكر كل سادة المشاهدين قناة الصح والجمال وبرنامج الكورة والفلوس وإن شاء الله يكون حلقة ممتعة وحلقة كده تبقى الناس كلها يعني مبسوطة منها إن شاء الله إن شاء الله يا كابتن مصر كابتن مصر منذ قليل انتهت مباراة الأهلي وبرامتس رأي حدك في الماتش إيه؟ لا وبص يعني الحمد لله أندل أدل خاخت البطولة من فترة كبيرة قوي طبعا بوسماني المدرب الجديد لأندل أهل المدير الفني الجديد كيسيبه ممتش تعادل فالأمور كلها أصبحت النهاردة أندل أهل إيه بيلعب مفيش ضغط يعني مفيش ضغط لأن البطولة خلاص محسومة البطولة اتخذت والراجل بيدي دلوقتي فرص للولاد الزغارين ناشئين العرب بدر شادي ردوان قبل كده برضو فاخري يعني بيدي فرص للناس محمد شوكري بيدي فرص للناس صغارين على أساس إن الفترة دي برضو بيريح فيها معضل لعيبة اللي هما مجادين واللي هما ممكن يبقى فيه إصابات زي النهاردة كهرباء أصيب آه يعني كهرباء أصيب ضغط المورات يا كابتن كان سبب يعني تعرض عدد كتير من اللعيبة في الإصابات طبعا ضغط وعادي أهل يعني كتير قوي من الإصابات ضغط وعادي ناماتش مهمة الوداد مش النادي الأهلي بس على فكرة يعني معظم الأندية المصرية عشان ضغط المورات لأن اللعيب المصري ما تعودش على كده اللعيب المصري دايما كان متعود إنه كل أسبوع وراء بس طبعا بعد فيروس كورونا والمشاكل اللي احنا كنا فيها والأحداث دي والفترة التوقف غزما على لجنة الخماسية في اتحاد الكورا إنه هو لازم يضغط لازم يضغط عشان استمر دورنا بشكرهم جدا إنه هما يعني على مشوا طبع الرأي العام إنه إحنا عايزين نشوف كورا إنه إحنا عايزين نشوف استقرار إنه إحنا عايزين برضو الكورا والرياضة تنتعش في مصر إن الحاجات مهمة جدا بالنسبة للسياسة بالنسبة للوضع في مصر كله إنه مكورا بتمشي بقى الأوضاع الاقتصادية الحمد لله وأوضاع الأمنية وكل الشي بيبقى كويس ودي اللجنة الخماسية بتشكر عليها فعلا ولكن ضغط المباراة تؤثر أهو على لعيبة وأثر على فرق كتير جدا مش متعودة على كل ثلاثة يام مباراة بس كان من الأفضل يا كابتن اللجنة الخماسية تؤجل مباراة للأهلي مع دراميدز واسد ما يكما أحرص حدود غدا عشان مباراة المداد والرجال مش هيقدر يأجل يعني برضو خلينا نتكلم بواقعية مش هيقدر يأجل لإني لو أجل الموسم يمتد هو عايز عابز الموسم ينتهي في معاد محدد يبقى خلاص يبقى لو النهاردة أجل خلي بالك فيه أندية تانية هتطلب يقولك شمعنا شمعنا وشمعنا تشمعنا الأهل والزمالك طب ما احنا برضو مجهدين طب احنا عندنا لعيبة مصابة طب احنا عندنا لعيبة يعني فيه ماتشات كتير أو ما تأجلتش بسبب فيروس كرونا برضو فالنهاردة لو دخلت انت في حتة التأجيل دي هتلاقي الأوضاع كلها الناس كلها بتطلب تأجيل لإن ضغط المباريات على اللعيبة في منطقة صعوبة صراع المركز التانية كنت الزمالك وبراميز نهاردة ببراميز كان عنده فرصة مثلا لو كان كسب الأهل النهاردة وكسب ماتش المقاولين كان خالد المركز التاني بعيدا عن نادي الزمالك لكن دلوقتي الصراع اشتعل يعني ما بين الزمالك وبين ببراميز الزمالك عنده ماتشين عنده ماتش بكر حرص حدود وعنده ماتش الاسماعيلي عنده حرص حدود هتلاك شايف الصراع ده هو بص الزمالك ممكن يحسيمها بكر يعني الزمالك ممكن يحسيمها بكر إن حرص الحدود أصبح حرص الحدود في موقف خلاص يعني بنسبة 90% ممكن يبقى فيه هبوط إلا لو كسب الماتشين ويستنى بقى ماتش الجونة ودي دجلة فكلها أوضاع تحت في الجدول كله بيستنى لتبعض ويحسيمها يا كابتن لو حدودك بتتكلم على إن الزمالك 65 نقط الزمالك 65 لو كسب بكرة يبقى 860 لو فيه 3 نقطة هيتخسب بكرة ما هو المعنى قصدي لو كسب بكرة يبقى 860 لو خصم 3 نقط يبقى عنده 65 عنده الموار الأخيرة مع الإسماعيل النهاردة الزمالك عنده دوافع دوافع برضه الفوز بكرة فوز ماتش الإسماعيل لو عايز مركز تاني مني للماتش النهاردة الأهلي إذا بحق قلت رغم النقص العادة دي ورغم الإصابات ورغم إنشغال الفريق بماتش الوداد لإن الزمالك قدم برضه عرض كويس جدا وكان ناقص لعيب في الشرط الأوين بص الحمد لله الحمد لله نادل آلي يمكن زي ما قلتلك الأداء كويس عنده لعيبة كتير جدا يعني حتى بالرغم الإصابات وبالرغم الإقفاءات وبالرغم من ناس كتير جدا ولكن نادل آلي عنده فرقة بتلعب يعني النهاردة عنده بدائل ودي أحسن حاجة فرقة النادي الآل إن تلاقي البدائل يعني فرقة النهاردة لو حصل فيه استوبرين عنده وما تلاقيش لا أنت النهاردة بتتحاول بقدر الإمكان توظف لعيبة في غير مركزة في غير مركزة وبتلعب ما تفتح بالجنب الشمال لإنه علي معلول أجازة مع المنتخب فالأمور دي كلها النادي الآل الحمد لله بيقدر يتكيف على الظروف وبيقدر عنده فرقة واتنين يقدر يشتغل بينهم من خلال الدور كابتن بالنسبة لصالح جمعة هداك عارف إنه هو لعيب يعني عند موهبة كبيرة قوي لكن متى يعني يستفد منها الأهلي وإمتى صالح جمعة يشتغل على نفسه شوية عشان ساعد نفسه بص صالح من اللعبة كوسة جدا على فكرة ممكن صالح أنا ممكن أول موسم جاي صالح كنت مسك الفرقة الأول وكت معاه في جنوب أفريقيا حسنت طلعت لعبة كتير وكت معاه في جنوب أفريقيا وحسيت إنه هو شخصية يعني بعيد شوية عن الفرقة فرقة النادي القالة التيم كله بيبقى كده مدامج مع اللعيبة أو تكلموه عدوه واتحك معاه ومهزر وكل هذي الأمور هتلاقي نفسه كتة داخل في منظومة مختلفة خالص مختلفة خالص صالح من اللعيبة الكويسة جدا يعني اللعيب عنده مهارات لعيبة عنده رؤية كويسة جدا عنده فنيات عالية جدا ولكن الفترة الأخيرة ما عرفش إيه اللي بيدور يعني ما عرفش هو النهاردة اللازم كل دي رجع لصالح نفسه يعني صالح نفسه لازم يعيد ترتيب أوراقه فعلا لأنه اللي بينضم للنادي الأهلي اللي بينضم للنادي الأهلي ده لازم يثبت قدارته فاته آه صالح فيه فترة كنت كويس جدا وكنت ماشي كويس أوي 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 فلازم تعود تاني يعني أنا برايين لازم صالح يقول تاني لأنه من اللعيبة الكويسة اللعيبة الكويسة اللي ممكن هو يجبر الناس يجبر أي حد أن يلعب طيب كابتن بالنسبة يعني فيه كلام عن مفاوضات النادي الأهلي مع محمد إبراهيم وطبعا فيه مفاوضات مع دراميزو أيضا يعني هياك شايف محمد إبراهيم أفضل للنادي الأهلي ولا ناصر مقار في نفس المركز ومتفاوض جدا وعمل موسم رائع مع اسموها والله يبوس أنه طبعا ما بقدرش أتدخل في التفاوض أوه نشاهم أتدخل في الحاجات دي كلها لأنه دي فيه لجنة تخطيط فيه طبعا كابتن أمير توفيق طبعا طبعا من اللعبة الكويسة من اللعبة المؤسرة جدا يقدر يعود تاني ويقدر ويوسنه صغير يعني ويوسنه برضو صغير وعندنا عندنا بدائل بس دي طبعا محمد شريف مع إمدي عامل برضو من قرض دي السياسة بقى السياسة لجنة تخطيط أنا ما بقدرش النهاردة مين يقض ومين يمشي ومين يجي ومين يجيش لأن دي رؤية لجنة تخطيط ورؤية مدير فني بالنسبة لدولة الأبطالية كابتن عندنا لأهل مباراة مهمة جدا مع الوداد والزمالك مع الرجاء حدك عارف دايما للمتشاطر شمال إفريقيا لها حسية وطابعة خاصة حتى بعيدا عن الفنيات داخل الملعب يعني حدك تنصح لعيبة بإيه مثلا خبرة لأ لا وبس يعني برضو خلينا نتكلم بواقعية شوية الأمور كلها مشتركة يعني إحنا توقف عندنا حصل 3-4 شهور برضو في المغرب حصل توقف 3-4 شهور الفرق ابتدت ترجع يعني رجاء النهاردة خد البطولة خد البطولة في آخر دي أين جنبها دافسة الجنو خد البطولة الدوري فأصبح الأمور كلها إن الأهلي هيلعب مع الوداد والزمالك مع الرجاء أهو ما تشاط صعب لش أنا أقولها لك بمتازص صراحة كرة شمال أفريقيا دايماً بيتبقى فيها صعوبة وخصوم في المغربة الأولى هناك بتبقى صعب جداً جداً لكل فرق عندها دوافع يعني عندي دوافع يعني بلعب أهلي بلعب زمالك عندي دوافع أنا كمان كوداد كرجاء عندي دوافع وخصوصاً إذا كان الفرقتين بفيه عندهم لعيبة محترفين وفيه لعيبة أيضاً كم كبير من الفرقتين في المنتخب فالتنهاردة الكفة تحس المتساول متساولة حتى في الموجهات السابقة الزمالك مع الرجاء في 2002 مغراف في دورة الأبطال يعني الزمالك فاز 1-0 في الكاهرة كانت عادل في مغرافة الزهاب وأخذ آخر بطولة ياخدها في دورة الأبطال كانت في 2002 ورقاء كسف في 2005 في بطولة العربية الوداد متساوي مع الأهل في كل شيء في عدد الفوز في عدد الهزائم في عدد التعدلات يعني إذا كفة متساوي جداً هو الكفة إذا ما قلت لك متساوي والفرقة إذا ما قلت لك فرقة الوداد من الفرقة الكويسة يعني الفرقة الكويسة برضه اللي بتلعب كرة لأسلوب لعب يمكن عندهم كان مدير فني جريد ولو تفتكره كان عندنا في النادي الأقلي وأكيل في الآخر وماسك دلوقتي مدرب اتهالي مدرب وطني مجم ممكن يكون ماسك الوداد دلوقتي فالأمور كلها فعلاً النهارده كل فرقة بتدرس يعني كل فرقة بتدرس تانية يعني مش معقولة النادي الآ OM النهارده مش دارس الودات مش معقولة الودات مش دارس النادي الآ نالك دارس الرجاء والرجاء درس زمالك فكل الأمور دي لإن ده ماتش بطولة ماتش بطولة النهار ده بتبقى عندك بقى عندك سيديهات وعندك فيديوهات للعيبة وعندك تكتيك لعب واسلوب لعب فالفرق الأربعة درسين بعض كويس ولكن إيه المفاجأة المفاجأة أي مدير فني بقى حط تشكيله وحط اسلوب لعب وحط تكتيك هي دي بتبقى المفاجأة الدخل الملعب بالنسبة للدوري وعرض لكابتن فيه صراع للهبوط يعني نرجع للدوري حشان الموضوع ده طبعا طنطة وإف سي مصر خلاص يعني دول بنسبة خلاص عندنا حرص الحدود اللي عنده ماتش بكرة مع الزمالك بيصرع الهبوط مع الجونا ودي دجل والجونا وعندك الحتة يعني أهم من كل ده الإسماعيلي لحد باتش فات كان بيصرع الهبوط برازي الإفريقيا نحنا نسميها دائم برازي إفريقيا كلهم بيستمتع بيها حاجة برضه تزعلي لكابتن إسماعيلي يكون في المطق دي بص بص الإسماعيلي طبعا أنا مش عايز أتكلم طبعا إسماعيلي أنا بكن لكل احترام برضه تغيير أجهزة فنية برضه بيأثر على اللعيبة وخصوان دلوقتي اللعيبة أصبحت العناصر الأساسية اللي كانت في فرقة الإسماعيلي كلها كلها تباعت النهاردة لو تيجي تبص فرقة إسماعيلي إمبارع اللي كان أول إمبارع عنده ماتش تلاقي معظم الفرقة من الناشئين ومش شباب اللي طلعين فدي طبعا محتاجين خبرة لسه محتاجين النهاردة دوافع كويسة يعني اللمسة اللي اتعاملت إنه قداما لعيبي النادي الإسماعيلي اجتمع مع اللعيبة واجتمع مع الجايز الفني عشان يحسوا اللعيبة دي ولكن الإسماعيلي يمكن أنا بقول خرج خلاص من حتة عملية الهبوط إنه أكسب الماتش اللي فات فأصبح الأمور كلها بالنسبة النادي إسماعيلي فيه ارتياحية ولكن لازم يعيد ترتيب البيت بقى لازم اللعيبة بقى النهاردة الخبرات هل أنديت الشركات يا كابتن؟ أنديت الشركات وهنديت المادية أو أنديت المستثمرة في النادي أصبحت بعالوقت أنديت الشعبية يعني حدك في النهاردة المنصورة فيين المنصورة كان في الدورة لو تحضك تفتيكر كان حسان اسود كان عندنا غزل المحلة بلدية المحلة الأندية دي كانت حاجة كبيرة النهاردة مع الشركات والتوجه العام في الاستثمار بايت أنديت الشعبية لا بس خلي بالك هما في دورة درجة الأولى برضو خلي بالك يعني برضو فرقة غزل المحلة بدو نافس على الصعود وفي مركز برضو مركز كويس مركز أول وبردو الشركة بتساهم كبير يعني عندنا طنطة مثلا صعاد ويهبط يعني بقولك بتساهم بقدر كبير في صعود غزل المحلة أيضا الجماهير هناك على فكرة عند ده دوافع لأننا يمكن بشوف فرقة غزل المحلة وبشوف دوافع الجماهير والناس اللي أعدى الكافيهات والناس اللي مهتمة أوي كرنفال يعني فرقة غزل المحلة يعني فرقة غزل المحلة يعني بالنسبة كبيرة ممكن تصعد يعني إن شاء الله الدور ممتاز فالشركات بتدعم فرقة حد الوقتي بتدعم فرقة ما تيجي تبص على بيترو جيت على ام بي كل دي شركات يعني كل شركات حتى اللي في الدورة الدرجة الأولى هتيجي النهاردة تبص على الثلاث مجموعات هتلاقي اللي في المركز الأولى والتاني شركات شركات نروح لمنتخب مصر كابتن منتخب مصر يعني حضرتك طلع عمرنا بنستمتع بأداء منتخب مصر يعني في كاس عالم تسعين لما بحتكره وبشوف أي مطش بيتعاد بعض فرق عليهم وبعيش معي حتى الأجواء يعني شوف بحضر قبلنا تلاتين سنة وبعيش مع الأجواء في كاس عالم 2018 ما بشوفش أول ما بليه قدامي بقلب مش عاليش فوق دين امتى منتخب مصر يرجع للأداء بتاع تسعين وبتاع كابتن حسن شحات ما يعني فكرة حتى ان احنا نفوز أو نصعد بس ما نفيش أداء بس بس هقولك على حاجة المناسبات اللي احنا اشتراكنا فيها انت 2018 كان بطولة أفريقيا وكابتن حسن كان 2006 2008 أو 2010 كان في أداء وفي استقرار وفي تشكيل عنده فيه لعيبة هي هي يعني 2006 هتلاقيه الموجودين 2008 أو 2010 الموجودين العصر الزهب للنادي الآلي العصر الزهب للنادي الآلي وكان دايماً تشكيل منتخب مصر على الأقل فيه تسعة لعيبة من النادي الآلي لأن النادي الآلي كان ماشي كويس جداً وبرضو كان فيه لعيبة من ناد الزمالك وفيه لعيبة من الند الأخرى ولكن الكابتن حسن كان بيعتمد على تشكيل فيه ثبات وخصوصاً زي مرتلق ستة سمع من من لعيبة النادي الآلي داخل التشكيل الأساسي الفرقة كلها في الجيل ده لا الجيل ده كان مختلف يعني مختلف برضو خلي بالك كابتن حسن البدري بيبتدي يغير يعني بيبتدي برضو حتة تغيير اللعيبة وعناصر صغيرة داخلة وكتب حاجات كتير قوي بتؤثر الحاجات التالتة مفيش النهاردة مفيش حاجة النهاردة تقدر تقول ان حاجة مجمهة عشان تقدر تحكم على المستوى تقدر تحكم على المستوى لأن الحاجة دايما المجمع او الدور المجمع او البطولة المجمع بتقدر تحكم وبتقدر تعيش اللعيبة في المعسكر وبتقدر تعيش اللعيبة في جو مباريات كل 4 5 ديام ماتش فاللعيب نفسه بيبقى عايش مع المدير الفني مع الجماهير مع الاعلام بيبقى فيه تجاوه ولكن شوف الفترات يعني الكابتن حسن اخر ماتش لعبه امت بقى له قديه اه بقى لنا قديه يعني حكمنا على الكابتن حسن مما تعادلنا بابا مع كينيا اه وفرقة تانية اتعدلنا مع جزء الامر ومع جزء الام فاتحكم مع الكابتن حسن ان الفرقة وحشة والفرقة وحشة لان ايضا مفيش حتى استعداد كويس بينه بينك مفيش استعداد كويسة يعني الكابتن حسن معذور لانه بياخد اللعيبة قبل الماتش بيومين ثلاثة من الاندية وبيلعب بيها مفيش معسكر بقى مفيش النهاردة حتى كان في دلوقتي كل المتخابات عندها اجنتة دولية ومعسكر ومشاط ودية متخب مصر معنافسة عشان ضغط المباريات والدوري عشان ضغط المباريات ودي يمكن برضو والكابتن حسن معذور لان ضغط المباريات لان يسمح له ان هو يقيم دولي ودي استحالة لان في ضغط المباريات كل ثلاثة ايام لان انت النهاردة لو اخترت عناصر المنتخب والنهاردة عملت اسبوع يعني انت اجلت دوري اسبوع فدي طبعا لجنة الخماسية انا شايف ان هي اتفت مع كابتن حسن ان السيد دلوقتي بما انخلص البطولة بخد بقى وقت زي ما انت عايز لكن الكابتن حسن قادر انه يعيد المنتخب لاداؤه ان شاء الله الصعود مانا بقولك قادر وكابتن حسن والجهاز الفني واللعيبة نفسها واللعيبة نفسها لازم يعيد المنتخب المصري رونقه وكيانه وبطولاته بصراحة طب بالنسبة لمقولة متخب محمد صلاح هل حدث مع المقولة دي ولا بص كابتن حمد صلاحة نجم وما نقدرش ننكر نجمه نجم ليه شعبيته نجم ليه جماهيره نجم ليه بصمته ومشي في الدور الانجليزي والدور الانجليزي اصبح الجماهير بتتغنى بمحمد صلاح واحنا حتى ما بيبقى فيه ماتش الفربول كل الناس قاعدين على الكافاته في البيوت كله بشجع محمد صلاح فمحمد صلاح ليه بصمة حتى في الاعلام يعني الاعلام انتو حضراتكو ما بتشوفوا اول محمد صلاح ما بيجي بتقولوا ايه بتتكلموا فالامور كلها اه محمد صلاح ليه بصمة منتخب مصر ولكن دائما فريق الكرة حنداشر اللعيب ولكن بيبقى فيه نجم فيه نجم دايما بتحس ان هو اعلى من الناس اعلى من الناس شهرة واعلى من الناس مستوى واعلى من الناس اداء واعلى من الناس ان هو فيه بطولة كبيرة زي البطولة الانجليزية نادي ليفربول فكل بيصب النهاردة محمد صلاح وبنحمله مسئولية بنحلوا مسئولية كبيرة جدا يعني بنحمله مسئولية كبيرة جدا برده زال جدا بعد قول افريقيا يا كابتين بيبقى فيه ضغط كبير جدا والضغط برضو ناتج عن الاعلام ان هو محمله محمله فوق طاقته يعني محمله فوق طاقته ان هو النهاردة اللي هيكسبني هو النهاردة اللي هيكسبني البطولة حاجات كتير قوي ولكن ولكن محمد صلاح أم النجوم اللي يعتمد عليها منتخب مصر بمعينينا من الكلام محمد صلاح كابت أكيد حدك فاكر ضربة الجزاء بتاعت الكنبو بتاعت الكنبو حدك محمد صلاح مشروط ضربة الجزاء دي حدك كان شعورك إيه لا لا أنا واسق تمام الثقة بص فيه لعيب دايما فيه لعيب تحس ان هو داخل 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 هادي جدا يعني فيه هدوء فيه شخصيته فيه النهاردة مرضو حتة الاحتراف برضو النهاردة بتديله شخصيته بديله كيانه يعني مش داخل خايف مش داخل الآن مش داخل الآن من الجماهير يعني شو الجماهير الجماهير كان فيه كام كام ألفة في الاستاذ فاكر الاستاذ كان مليان ودي ممكن ومئة مليون قاعدين قدام التنزل طبعا فهو داخل النهاردة برضو شخصيت اللي عيب فيه دارة وقت الجزاء بتفع جدا فأنا كنت يعني واسق جدا محمد صلاح هيسجل يعني النسبة بقى للترزيجي ومحمد النني مش الله يعني مشيني برضو الفترة الأخيرة بشكل هاي لمحمد النني رجع 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 أرسن وكسب البطولة أول ما رجع عطول ده كله لمنتخب مصر يعني كل اللعيبة دي برضو منتخب مصر موضية دي خلا بص فيه حاجات فيه قوام لمنتخب مصر خلاص ما نقدرش نتكلم فيه يعني ما نقدرش نتكلم فيه عناصر أيضا من الاحتراف يعني محمد صلاح النني نترزيجي أحمد حجازي فيه ناس كتير جدا كل محمد ده القوام منتخب مصر يعني قوام منتخب مصر من المحترفين دول بتجيبهم وبعدين بتشتغل على اللعيب المحلين اللي موجودين والكابتن حسام وجهازه الفني بيتابعوا كله مواتشات يعني بيتابعوا كله مواتشات وفيه تقهيم فني لكل لعيبة على أساس المرات حتى في مرة الدورة كابتن حسام وجهاز الفني بروح فيه بروح وانا بشوفهم الباب مفتوح للجميع بشوفهم وهو طبعا زي مرتلت لكابتن حسام بيروح ويتابعوا وبيقيم كل لعيب وبيشوف إيه المراكز اللي ممكن عنده ده أحسن من ده وكل هزيه تقيمات موجودة يعني ودي فترة فترة تقيم كويس جدا جدا لكابتن حسام من خلال متابعاتك كابتن للدوري لو حضاك عايز ترشح يعني تلات أربع لعيبة للمتخب يعني حضاك يعني شديني انتباه لا ما قدرش أرشح معادي الكابتن حسام موجود والجهاز والفني موجود وبعدين عشان أرشح انت أرشح مراكز إيه يعني انت برضو لازم تسألني هرشح مراكز إيه طب رأس الحربة عندنا مصطفى محمد ومروان محسن لا الاتنين لازم يقوم جودي الاتنين لازم يقوم جودي تعال بص على نسبة التهديف تعال بص على تحركاتهم تعال بص على تواجدهم داخل بوكس 18 متواجدين بسوا مستمرأ ان من ميزات رأس الحربة انه لازم يقوم موجود في كوهة العرضية ما في رأس حربة يقوم محطة يعني محطة كويسة أو يستلم ويرجع لله ها في رجع على الجنب ولكن مش متواجد داخل التمنتاشر مش متواجد النهاردة وجود رأس الحربة داخل التمنتاشر ميزة متوفرة في مصطفى ومتوفرة في مرمع يعني حضرك كابتن حسام إن شاء الله عنده طبعا المجموعة بتاعتنا عنده هتلاقي لعبة كتير ولعبة كتير مميزة ولعبة كتير مميزة وخلي بالك من أسلوب المدير الفني ان هو بيتعامل مع اللعبة حتى مش في المعسكرات يعني حتى بيتعامل معهم من خلال اللقاءات النهاردة مثلا انت شاف سين من الناس لعيب بيكلموا تليفونيا ويكلموا لا النهاردة لازم في كذا ولا زي ودي انا اوصك تمام السقة ان كابتن حسام بيعمله وجهاز الفني كابتن معانا جزر القمر وكينيا وتوجه الى جانب مصر في مجموعة التصفيات الأفريقية جزء الأمر عندها اربع نقر كينيا اتنين ومصر اتنين وتوجه نقطة حدا واصق ان الكابتن حسان بادري هيعيد المعادلة دي اكيد تاني لان مصر مش مكانتها طبعا في المركز التالت خالص يعني هيعيد عندنا ماتش في ماتشات اللي جاية عندنا توجه 14-11 يعني قريب مش بعيد يعني نتكلم مثلا في شهر وحاجة بسيطة يعني عندنا توجه اول ماتش وعندنا برضو هنعود بتوجه تاني عودة تاني مع توجه بعد كده كينيا واخر ماتش جزء الأمر حدا يعني شايف من الاربع ماتشات دول هيقدر الكابتن حسان يعيد بلورة المجموع من تاني ومصر ترجع في مكانها في التأتيب الأول بص ان شاء الله ان شاء الله وانا واسق تمام السيقه ان الاربع ماتشات دول فيه متنشر بنته براجو انا بقول لك هو الطبيعي طبيعي لان انت برضو خلي بالك يعني انت انت عادلت مع كيني اه عادلت مع جزء القمر فانت النهاردة ماتشين جايل لك في مصر توجه هتقدر تكسابها هنا وهتقدر تكسابها بس اه عشان تبقى عاركي طبعا يعني بقول لك ان شاء الله ان شاء الله الاتنشر بنته دول موجودين وتبقى مصر على الرأس المجموعة ان شاء الله طبعا كابتل مصر يعني واحنا بنتكلم عن المنتخب ايضا عايز ارجع معك لكاس عالم تسين كان ماتش ولهندا قبل الماتش لو تفتكر معانا كانت كل التوقعات والمرهنات 7-0-9-0 ده فيه تمانية طبعا ولهندا كانت في كمتها فيه تمانية وفيه اه وكانت ولهندا في كمتها وعاها اعظم ده في العالم واخدى بطولة اوروبا سنة كام 88 اه واخدى بطولة اوروبا 88 كانت فيه بطل اوروبا انا فاكر كويسة واخدى يعني معها لعيبة اللي هو وفامباستين وريكاردو جولت وكانوا ايه ده ولعبنا ماتش يا كابتل ماتش العمر لحد النهاردة انا الماتش ده بتفرج كل مليئ قدامي قداما لحد النهاردة حدها كنت داخل الماتش ده ساعتها كان عصبك عاملة ازاي وكت يعني شعورك ايه في الوضع فصف لنا كده فكرنا ده وبص الماتش ده يمكن انت زي ما قلت كده يمكن ان التوقعات والدنيا كلها كانت اقلقة جدا لان المجموعة كانت قوية خلي بالك يعني بغض النظر حتى للنهاردة هولندا وانجلترا وارلندا لأ مجموعة قوية مجموعة قوية واحنا حتى ما عرفنا القرع وعرفنا ان احنا هنقع في المجموعة دي طبعا ماتش اولندا كان اهتمامنا اهتمامنا وزي ما قلت لك التوقعات والنظريات واخدين بطولة اوروبا وعندهم لعيبة ما شاء الله يعني ما شاء الله كلهم كانوا لعبة نجوم وعلى المستوى واحنا كنا قارب الفصل واحنا ما انا بقولك على عيبة أولندا وكنا وبعدين ايه بقى يعني حتى في عناصر في كرة القدم المتين النهاردة وانت نازل تسخن تشوفها انت يجيلك زهوج تسيبك بقى متنب التوقعات والكلام من دي يعني انا نازل بسخن ماتش أولندا لقيت ناس ما شاء الله اجسام اجسام فعلا اجسام لعيبة كرة اجسام لعيبة كرة والنهاردة كان قطوا واحد عندنا ممكن كان هاني رمزي يعني احنا بسنا هاني رمزي عيوة بسنا يعني شوفنا كده هاني بالنسبة لهم برضو تحس هو أسطيل أوروبا حتى دايما كم واحدة عرف يعلم ما انا بقولك يعني لا تحس ان المتش لا ولكن احنا الحمد لله الاسلوب الكابتن جوهر رحمة الله عليه تبعوا أداء اللعيبة وفكر اللعيبة وتنظيم الدفاع وكل هزي الأمور وما كانش عندنا بقى رهبة لعلمك يعني احنا ملاقينا الليل ان دايما فيه اسلوب لعب يناسبك يعني هولندا من الفرق اللي كان بتلعب كرة فالاسلوب ده يناسبك لان انت فرق من اللي بتلعب كرة فالاسلوب ده نسبنا جدا والحمد لله ممكن زي ما قلتلك بعد خمس دقيقة ابتدا مصر تمسك كرة وتصل لمرمى هولندا وكنا ممكن نكسب هزي المباراة ماتش انجلترا بقى يا كابتن لو تفتكر الكرة بتاعت كابتن مجد طلبة تحت العرضة تحت العرضة تحت العرضة يعني احنا عياتنا كلنا احنا كنا عالين قدام الشاشة الله هو اكبر يعني وكان الكابتن محمود بقر بقى اللي بسي بيدخير ولحمه يعني ربنا يرحمه كان ماتش بتاعنا برضه ماتش انجلترا كان بتاعنا وداعين فرصتين ثلاثة وجمال عبد الحميد مدع فرصة ومجد مدع فرصة وهدف بخطأ يعني ده بخطأ يعني انا فكر كان اسمه لابت عرضية ورأسية اسمه ريد تقريبا اللي سجل الهدف وكرة عرضية رغم بقى خروجنا من الضول الاول اللي ان يعني برقيات التهايين حتى من الرئيساء الرئيس محمد حسن مبارك اللي الرحام ويعني برضه ان احنا قدي قدمنا عرض وقديش عضفنا العرب كلهم في المنديال انا ما نساقش اللي كنت صغير لكن كنت فاكر جدا لأحداث دي كلها وليسا عايش معا بص بقى الحتة دي فاكر في الجملة اللي بتدقى دايما عايزين اداء مشرف الناس كان بتزعل قوي الاداء مشرف ايه ومش اداء مشرف ايه احنا فاهم احنا عملنا فعلا اداء اداء راقي جدا شالة في العرب كله بقولك اداء راقي بالرغم حتى من ماتش ايرلندا الانتقادات التي وجهت لمنتخب مصر من خلال المدير الفن لفيرت ايرلندا ومن خلال الناس كلها ولكن منتخب مصر في هذه الفترة قد اداء رائع قد اداء رائع يعني ماتش انجلترا بس الكرة دي الغلطة كنت ممكن توصل دور السطر طبعا اتكلمنا عن الموديال وكلمنا عن تسعين ما نفعش ابدا يا كابتن ما فقراكش بالكابتن محمود الجهري رحمة الله علي اهم ذكراتك مع الكابتن محمود الجهري وعايز كمان اعرف يعني اكيد اكيد في كواديس كواديس بحدش عارفه خلص كنتوا مع بعض يعني حلق المدرب ومدير الفني يعني على الاكمل وقت هنفضل تطلع عمرنا الجهاز الفني واللعيبة يعني حتى بقول ايه حفر اسمائهم من دهب دي حقيقة هيفضل تطلع هيفضل تطلع هيفضل تطلع هاذا تفكرنا بحاجة كده من الكابتن الجهري في الموديال لا وبس الكابتن حمود الجهري رحمة الله عليه ممكن في الناس كتير كان دايما بدياخد صفة الدكتور ما كانش الدكتور ابدا كان دائما هو عنده يمكن حتة المشهورة دايما بين وبين الجهاز الفني كنا بنقعد انا وهو دائما قبل الماتشاط نستعرض مين اللي هيلعب ومين ومين وحتى في برامج التدريب كنا بيشتغل بيها كابتن محمود الجاري انا اتمرنت على ايده يعني سيبق بقى انا اشتغلت معاه في التدريب انا اتمرنت على ايده وانا عندي 15 سنة اه اتمرنت على ايده 15 سنة وحسيت مدى ولاءه الكورة المصرية ومدى حبه للفرقة النادي القالق ايما كان ماسك فرقة النادي لات 15 سنة بيحب الكورة قوي يعني بيحب الكورة بطريقة يعني ممكن الكورة دي تاخد 90% 90% من حياته لان حتى هو ماسك الفرقة فرقتنا الصغيرة دي تحس فيه انضباطه تحس ان الملعب تدخل الملعب تحس ان انت فعلا في منظومة مترتبة فالكابتن جوري اللي راح نطلعها السفدت منه كتير جدا الكواليس يمكن كواليس يمكن كتيرة جدا وممكن الحاجة اللي كانت مزهلة بالنسبالي في بركينة فاسو بركينة فاسو 98 لما رحنا نلعب البطولة الامة الافريقية في بركينة فاسو نزلنا المعسكر يعني نزلنا المعسكر احنا بينه هناك جالنا فزع فزع من المعسكر يعني فزع من المعسكر شالت على الارض مفيش نور مفيش قلتولها كابتن احنا خلاص قدام امر واقع وخلي بالك انا مفيش فنادق عشان نبقى فيها اللعيبة مفيش هو ده الشكل العام والمستوى العام للبلد وانا شايف ان اللي انا شايفه الجو ده هيعايشنا في حاجة كويسة جدا لفرقة كرة قدم اه رحب قال لي يعني انت شايف كده قلتولها كابتن انا بقى رحب بلك شايف كده فرح مجمع اللعيبة قال لهم بصوا احنا ده الوقت كل واحد كل اتنين اعتبرهم اعتبروا بيتك كل واحد ينظم مش ليه بتاعه زي ما عايز واللعيبة فعلا تجاوبت واللعيبة في التزام وانضباط خلاص ده بقولك من الحاجات الاساسية اللي ساعدتنا في الفوز بهزيل بطولة المعيشة داخل هذا المعصر خلينا كابتن نفكر بالمشاهدين بمسابقة البرنامج عندنا مسابقة وكل يوم في فايز بتشيرت في الحلقة كان سؤالنا في الحلقة الاولى من هو اللاعب الذي فاز بالكرة الزهبية عام 1983 في افريق طبعا مع شوق الجمهير الكابتن محمود الخطير سؤال حلقة اليوم ايضا من هو المدير الفني الذي فاز ببطولة افريقيا ثلاث مرات متتالية طبعا سؤال ايضا سهل طب موك انا جاوب اخد شيرت ستات مع الكابتن هلا كنت شوى بقعت يعني هنشيل اختار الفاز معنا ان شاء الله بشكر طبعا محلات بيت الرياضة العالمي بالعبور على رعاية المسابقة في برنامج الكورة والفلوس ولازم اشكر ايضا مصنع مسروقة للملابس الجاهزة والشركة المتحدة الاقرامونيوم على رعاية البرنامج وعلى دعمهم لنا وعلى سكاطب الكبيرة في برنامج الكورة والفلوس وان شاء الله دايما من النجاح لنجاح كابتن مصر حضرتك في 2014 2014 حصلنا على بطولة الدورة بطولة الدورة حضرتك كان دورة صعبة جدا كابتنه كان مجموعتين وانا فاكر كان مجموعتين يعني ساعت حضرك المونكس تأمن وابدا المونكس كابتن فتحة وروق وحصلت على البطولة دي بطولة غالية بالنسبة لك اه طبعا اي بس اي مدير فني يشتغل مع النادي الاولي اخ بطولة بتبقى حاجة بالنسبة له وفي السيفي بتاعته حاجة رائعة ها قائما ان انت بتاخد بطولة مع النادي الاولي طبعا بتاخد بطولة الدورة بتاخد بطولة الكاز بتاخد بطولة ام افراقية بتاخد اي بطولة افراقية لا دي بتعتبرك حاجة بتحترك في السيفي وانت دائما ما بتشتغل مع النادي الاولي وتاخد بطولة بتبقى الناس كلها جماهير كرة القدم وخصويا جميع النادي الاولي وجميع مصر كلها بتبقى عارفة مين اللي أخد البطولة؟ دايماً نسل جير البطولة؟ مناش وجمير دايماً جمير جاد الأهل فعلاً فعلاً بيعشاقوا البطولة وتلاقيهم دايماً عندهم دوافع إنهم بيشجاهم حتى الموديل الفني يعني بيشجاهم الموديل الفني ودائماً بيحسوا الموديل الفني إنه لازم ناخد بطولة فانا في الظروف كانت الظروف صعبة جداً ولكن الحمد لله اشتغلت على حاجات كتير جداً مع اللعيبها وربنا وفقني حمده لو خدت هذه البطولة كابتن هقدك حاجة مهمة جدا وهي مراكة الشباب في مصر حقيقة الدكتور أشرف صفحي عامل مجهود كبير جدا في وزارة الشباب والرياضة ومن قبله أيضا المهندس خالد عبدالعزيز لكن دايما أنا بشوف أن الاهتمام الأكبر بيكون في المدن يعني أنا بلاقي مراكة الشباب في المدن يا كابتن عبارة عن يعني ممكن نوصفها كده فايفستار بادخل لاقي مراكة الشباب في حمام سباحة ولاقي فيه إيصالة ألعاب ولاقي فيه أكتر من ملعب القدم يعني ألاقي فيه حاجات كتير بصراحة متوفر جدا في الكرة مش بلاقي كلام ده خلص في الكرة يعني أنا عرض لحضتك دلوقتي مشكلة يا ريت حسام تعرض لنا مركز الشباب اللي قدامنا عندنا مركز الشباب في كرية النصرية مقيد في الوزارة في ورق الوزارة إنه مركز الشباب أه حضتك قدامك عشان شاك كابتن ده مركز شباب أرض فضية مجرد عرضتين اتحطوا بالمجهود الزاتي مقيد في الوزارة إنه موجود مركز الشباب ومقيد في ورق الوزارة إنه موجود مركز الشباب ده فيه صور ولا فيه أي حاجة ده عايز أقول لحضتك بقى كمان إيه ده الشباب بالمجهود الزاتي صلحوا الأرض دي وحطوا عرضتين زي حالك شايف كده امتى يكون عندناك يعني اهتمام أكبر بمراكز الشباب يعني بالكرة عشان المواهب تطلع احنا دايما بندور على المواهب وحلاك حتى يعني في اكتشاف المواهب بتنزوله القرة وبتنزوله محافظات امتى يكون فيه اهتمام أكبر لا بس بس ما عليش يعني كلمك علاقة يعني بصراحة يعني كواقعية طبعا أنا بشوف مركز الشباب مركز الشباب على المستوى عالي جداً مركز الشباب فيها ملاعب مركز الشباب فيها إقضاءة مركز الشباب فيها مدرجات ولكن اذا كانت الصورة بيتدول ان ممكن دا لسه بقى مركز الشباب تحت الانشاء ممكن ورد جداً ورد جداً انه توقف بسبب الظروف في فيروس كورونا والكلام دواء ست سبع شهور ممكن ما يكونوش يتغلوا فيه فالناس من حبالو الكرة ممكن تكون حق تتعرضتين عشان تلعب في الملعب اناك عايزين ايه؟ يعني عايزين الملعب بس بشكل اعتمد ولا ما اعتمدش؟ اعتمد موجود اعتمد موجود اعتمد بس والنهاردة هتبقى لقى كل الامور دي ولكن ولكن طالما اعتمد ان هو مركز شباب يبقى خلاص كل الانشاءات هتبقى وكارة النصرية دي يعني فيها حوالي خمسين الف نسمة بقىها اتناشر عزبة يعني عاصدي اه كارية كبيرة ها 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 فالمفروض فيه يعني بتمنى الدكتور اشتف صبح انا بنجده بتمنى يكون فيه حل لمركز شباب كارة النصرية مركز بيرة محافظة كفر الشيخ اه يعني حضرتك من احنا يعني انا عارف ان فيه موجود كبير قوي قوي بتبزيله لكن يبقى فيه اهتمام اكبر بالكرة والعزب والنجوع عشان المواهب اه نقدر يبقى عندنا اكتر واكتر وحضرتك دايما حضرتك ليس لجنة لا والله اذا انا شايف المساحة ماشى الله كويسة مساحة كويسة والارض ما قلتلك ممكن تكون يعني الارض فيها برضو خلي بالك محطوط يعني مش عايز اتكلم في حاجات انا مليش فيها بس فيها فيها تربة دلوقتي يعني بص بص التربة موجودة يعني غالبا تحت الانشاء زي ما قلتلك وده ممكن يتم ده ااخد شهر شهرين تلاقي اللي استقلت المالك الشباب ده اه لان لان بالا على فكرة برضو عنده فرقة كويسة كان بتلعب مع غاز المحلة يمكن من كم يوم برضو وفرقة كويسة يعني برضو من الناس وانا بقول لك اه هندهم لعيه هندهم فرقة كويسة اه الضبط فنتمنى يعني من الوقت جندانة تاني للدكتور اشطف صبحي اه مركز شباب كارة ناصرية مركز بيه لمحافظة كفر الشيخ يكون في حل فقارة بفرصة وحنا عارفين حداك ما بتأخرش دايما وعندك شغال بيعني بصراحة ما بيبطلش يعني اتمنى ده يكون في حل بجيب لكتشاف الموايب وحنا نتكلم فيها يا كابتن حداك رئيس لجنة تكتشاف الموايب في النادي الاهلي اه كان فيه اه يعني اكاديميات انتشار اكاديميات الفترة الاخيرة وفتح اكاديميات نادي الاهلي في مركز شباب الجزيرة وفي نادي العبور وسمح لها كلمك عن نادي العبور لان انا مدير مركز اعلامي في نادي العبور وكنت موجود طبعا وشايف كابتن شطر لما جه وشاف الملاعب انبهر قال انا مش مصدى ان انا شاف الملاعب دي موجودة في نادي العبور وان شاء الله احنا تشرفنا قريب ان شاء الله عندنا مشروعات هتفتتح برضو وتشرفنا وتشوف بنفسك على الطبيعة قد ايه ملاعب حاجة يعني فخر لرادي المصري مركز شباب العبور لا نادي العبور في ملاعب انت نهارض ملاعب اربع ملاعب ملاعب النهارضة كل نادي الحال اقل ايه اسمه نادي بيبقى في ملاعب انت نهار انادي العبور في اربع ملاب وكابتنشط رحا ازهارك وانا عارف ان كانت زيارة سعيد جدا كابتنشط وكان مبسوط جدا جدا واكاديمية النادي الاهل ان شاء الله عامل اشيري هاي وهتبقى في نادي العبور لإن برضو انتشار أكاديمات النادي الآل في الأندية وفي المحافظات بتاع شغل كابتن شاطة وكان شغل قبل كده كابتن خالد بيبو والحمد لله بيشتغلوا كويس جداً هم في هذا المجال وبيقدروا يتعاملوا مع الناس وبيقدروا باتصالاتهم يقدروا بيعملوا أكاديميات للنادي الآل في فرواه كتير جداً فمن ضمن الحاجات اللي هم أخدوها أخيراً نادي العبور لإنه كنت سامع كده في حديث مع الكابتن شاطة إنه هو ياخد نادي العبور يعمل في أكاديمية لإنه برضو نادي العمور حواليه حواليه مناطق كتير جداً ومناطق فيها لعيبة كويسة ومناطق أيضاً تقدر تجذب لعيبة كتير لأكاديمية النادي الآل إن شاء الله يا كابتن أنا بدعوك على الهوى شرفت قريب عندنا افتحات كبيرة في نادي العبور حاجة فخر أنت هتمصدها أقوى إن شاء الله أنا عناية ليك كابتن مصر أنا سعيد جداً هكدت مجد معاه وشرفت قريب عندنا جد النهاردة وحلقة أنا مصبع جداً جداً الحمد لله ربنا يخليكو برنامج كويس في نهاية الحلقة بشكر جداً كابتن مصر كابتن فتح مبروك يعني أنا محتاج حلقات عشان أتكلم على تاريخ وعطاء الكابتن فتح مبروك داخل الملعب وخارج الملعب وبشكر كل جداً وبشكر في فريق العداد زملائي فريد الصنباطي وعلي شحاتة أحمد صلاح وسيد عصام وحسام العسال وكريم الإمام وأحمد عبد وابراهيم أبو العلم بشكر كل زملائي بشكر المصورين بشكر المخرجين بشكر كل فريق العمل وإن شاء الله نلتقي معكم في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته